تتابع المحافظات بالتعاون مع مديريات الشرطة تتابع المحافظات غذائية على أفراد العمالة الوافدة المتأثرين بتداعيات أزمة كورونا في هذا الإطار قامت محافظة المحرق بتوزيع وجبات على أفراد هذه العمالة متبعة في ذلك أقصى درجات الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وفي مقدمتها استخدام كمامة الوجه وتحقيق مبدأ التباعد الاجتماعي كما شملت العملية توزيع وجبات غذائية للأسر المحتاجة والمتعففة تسعى محافظة المحرق بالتعاون مع مديرية شرطة محافظة المحرق لتوزيع عدد من الوجبات على الأسر المتعففة كذلك على العمالة العمل الذي نسعى جميعا وجاهدين لتسليم أكبر عدد منهم من هذه الوجبات نلاحظ أن هذه الوجبات تسلم قبل الأفطار ويتم توزيعها في وقت قياسي ووقت قصير الآن لله الحمد وصلنا لحوالي تقريبا 17 ألف وجبة توزع ما بين الأسر المتعففة المحتاجة التي تم حصرها خلال الفترة الماضية وتحديد أعدادها وتحديد أماكنها وبعد دراسة حالتها الاجتماعية وحالتها من العوز لهذه الوجبات نسعى لتوصيل هذه الوجبات إلى مقار سكنها لله الحمد يعني هناك في زيادة أو الطراد أو تصاعد في أعداد الوجبات منذ أن بدأنا في بداية الشهر الفضيل حتى اليوم اللي وصل العدد الحمد لله تقريبا 17 ألف وجبة وتبقى الجهود متكاملة مكتسية بالطابع الإنساني مؤكدة إنسانية مملكة البحرين في تعاملها مع الأزمات باعتبار حقوق الإنسان إرثا حضاري اشتركوا في القناة